وانا داخل وانا داخل كان فيه خبر حلو مجرد تقارير التقارير بتقول ايه اني كودي كاجبو كودي كاجبو ده اللي هو المهاجم بتاع هولندا اللي كان واحد من هدفين كاس العالم يعني جاب تقريبا على ما اتذكر اربع هدف وزمالي تذكروني جاب اربع هدف في كاس العالم على ما اتذكر مبدع رائع عمل اداء مدهش جاب تلات هدف في كاس العالم عمل اداء مدهش ورائع مع اندهوفن مع المنتخب الهولندي عامل اداء رائع جدا منذ لحظات اعلن نادي ليفربول رسميا ليفربول انجليزي رسميا تعاقده مع جاجبو ودي صفقة مدهشة ورائعة لليفربول وحنا نحب ليفربول عشان زي ما قلت لكم عشان صلاح فاحنا بنشجع كونان ليفربول فانا بالنسبة لي الصفقة دي عظيمة نونيز مهاجم جيد بس تحس انه يعني مش راكب نقصه شوية حاجات بس جاجبو هيفرق جدا 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 مع ليفربول لا اسباب هقولها لك دلوقتي انه راجل ده بيلعب سنتر فيرود مهاجم صريح بيلعب فولس ناين اللي هو الساعات بيحب يعملها يورجان كلوب زي ما بيعمل كان في فرمينيو عشان تفهم الطريقة المهاجم اللي بيجي من تحت بيعرف يلعب كجناح بيعرف يلعب كصانق علعاب فهو مميز جدا اللاعب هيسافر انجلترا النهاردة عشان يجري الكشف الطبية اللي بتكلم على جاجبو اللاعب الهولندي الكبير تعالوا لكم شوية ارقام لجاجبو مع اندوفن الموسم الحالي عشان تعرفوا احنا فين هو لعب 24 مباراة سجل 13 هدف صنع 17 هدف بيسجل بشكل رائع جدا بيصنع بشكل رائع جدا في كاس العالم جاجبو كان عامل اداء رائع جدا لعب خمس مباراة سجل 3 هداف وسدد او معدل تزداده في كل المباراة تزددتين وصنع فرص مرتين في كل مباراة مدهش صفقة عبقرية لليفربول مفاجأة بصراحة لليفربول أكواني داخل بقرة تقارير قلت شكلها مش بجد عشان اخب بالك جاجبو كان قريب جدا من منشستر وينايتد كان اقرب لمنشستر وينايتد من ليفربول انجليزي بس يكون ان الليفر قدر يحسم الصفقة دي فدي صفقة مميزة جدا وهتزبط خط الهجوم بتاع ليفربول في رأيي ليفربول كمان محتاج لاعب على الأقل في نص الملعب لاعب على الأقل في نص الملعب في يناير يكون لاعب رقم 8 لو عمل ده يبقى كده الدنيا هتزبط معه كتير جدا جدا وفي رأيي كمان محتاج باكرايت بديل لأرنلد وإن كان يعني بيرمي على جومس شوية بس أرنلد مأساية يا جماعة أرنلد هجوميا هايل مش طبيعي باكرايت رائع جدا بس النهار ده حتى الهدف اللي جابه أسلوم فيلا بيشاتل الكورة بشكل غلط ترتد ليه هجوم أسلوم فيلا فواحد يعملها عرضية فما يغطيش هو النحاء الثانية بقى يعني عمل خطأ مزدوج النهار ده مش طبيعي بعدها عطول راح سحبه يروفن كلوب زيه يعني لو تعالى بقى هتخسرنا الماتش مش نقص زي كل مرة يعني فصفقة جاجبو الهولندي المهاجم الهولندي صفقة ناجحة هو رسميا في ليفربول الإنجليزي في يناير ترجمة نانسي قنقر